أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح اليوم عنا حلقة في غاية الأهمية وحابب ألقي بعض الضوء على موضوع كتير كتير مهم هو موضوع فتح العيون بعنوان أريد أن أبصر من بداية الأيام حتى الله لما ابتدأ في عمل الخليقة وقال الله ليكن نور فكان نور وعلى طول أول أعماله أنه فصل بين النور والظلمة ومن ذاك الوقت طبعاً النور يحارب الظلمة والظلمة لم تدركه والظلمة تحاول أن تحارب النور وطبعاً هذا الصراع حتى يومنا هذا صراع سواء أبناء النور مع أبناء الظلمة ظلمة هذا العالم ظلمة هذا الدهر فهذه الحرب الشرسة ما زالت حتى يومنا هذا ولكن عندما جاء يسوع المسيح هو نور العالم جاء لكي يشرق بنوره ويفتح العيون ليس فقط الجسدية ولكن العيون الروحية لكي تبصر ونحن في هذه الأيام وصلنا إلى حالة كل المقيس وكل المعايير اختلفت وتغيرت وطبعاً كثير من الناس فقدت التمييز أو الحس الروحي وصرنا في هذه الأيام تنطبق علينا الآية في إشعية خمسة آية عشرين ويل للقائلين للنور ظلمة والظلمة نور وطبعاً للمر حلو والحلو مر أو الخير شر والشر خير يعني معاييس انقلبت بدل ما يشوف النور عم بيشوف الظلمة والغريب أنه ممكن يحارب بكل الوسائل وكل الإمكانيات حتى يثبت نفسه وكل الموضوع هي صلاة بسيطة افتح عيني حتى أرى النور أو كما يقول الكتاب المقدس بنوره نرى نوراً ابقوا معي سأتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة